انطلقت فعليات الدورة الثامنة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار هنا نصلي معا ملتقى الأديان يقيمه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الخامسة عشرة ضمن فعليات المهرجان برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والأثار والهيئة العامة لطنشيط السياحية هنا نصلي معا عنوان حفل جديد ضمن فعليات الدورة الثامنة من ملتقى الأديان الذي يقام ضمن فعليات مهرجان سماع الدولي ويقام بالمتحف القبطي داخل مجمع الأديان بمصر القديمة الحقيقة مشاركات متميزة جدا هذه الدورة على مستوى ملتقى الأديان وعلى مستوى مهرجان سماع نفس الفرق المشاركة بالفنين صرابد الفتاح بيجمعهم مع الفرق الأخرى في مجمع الأديان المتحف القبطي الحقيقة الحدث ده اتعامل ثلاث سنين في سنة كاترين بالاشتراك مع المحافظ خاليد فودا وبعد كده بقيننا نعمله في المتحف القبطي داخل مجمع الأديان هذا المكان جمع يكفي أنه قد جمع جميع الأطياف وجمع أناس من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب نلتقي دائما لندعو الناس إلى أن تعيش في سلام وحب ووئة في هذا المشهد الروحي تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على التواصل الإنساني ومفهوم الأديان بمعناه الكونية فمن هنا تجد الصلوات بكل اللغات ليرفع شعار هنا نصلي معا من أجل الإنسان ولتوصيل رسالة سلام للعالم ودعوة للتعايش بين الأديان السماوية لقد رأينا تقارب الثقافات والحضارات وتنوعها واختلافها وذلك من آيات الله سبحانه وتعالى اختلاف ألسنتكم وألوانكم وكل ذلك لتعارفوا نتعارف بالسلام بالأخلاق الطيبة الكريمة المباركة ملتقى الأديان أسسه الفنان انتصار عبد الفتاح عام 2015 حيث قدمت دورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بمجمع الأديان ويتميز هذا المشروع بالانسجام حيث تلتق الفنون جميعا في هذا الفضاء الروحي متطهرة بالأنغام الروحية والتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أحمد الحسيني التلفزيون مصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر